أهلا بكم من جديد عاشت العاصمة العراقية ومناطق مختلفة من العراق يوما داميا جديدا وصف بالأعنف خلال الأشهر القليلة الماضية وعكس مده شاشة الوضع الأمني الهجمات أوقعت قتلى وجرحة تركزت معظمها في العاصمة بغداد والموصل شمال العراق سلسلة هجمات متفرقة تطال العاصمة ومحافظات عراقية وتكاد تكون الأعنف من بين الهجمات الأخيرة التي يعيشها العراق عشرات القتل أغلبه من المدنيين سقطوا في هجمات مسلحين على العاصمة العراقية بغداد بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة أعنفها على منطقة النهضة والصدرية وسط بغداد واستهدفت الهجمات أيضا مديرية التربية بالبيع بينما انفجرت سيارة مفخخة أخرى أمام مرأب مجاور لوزارة الداخلية العراقية وسط العاصمة وأعلنت بعدها سلطات مباشرة رفع أقصى درجات حالة طوارئ أما في تكريت فاقتحم مسلحون مجهولون مبنى المجلس البلدي واحتجزوا موظفين من بينهم رئيس المجلس قبل الإفراج عنهم بعد تحرير المركز من قبل الشرطة حسب مصادر من الأمن نفس المصادر قالت إن أعنف هجوم وقع اليوم كان في بيجي على بعد 180 كم شمالي بغداد حيث سيطر أربعة مهاجمين يرتدون أحزمة ناسفة على مركز للشرطة بعد تفجير سيارة ملغومة متوقفة خارج المبنى قبل أن تسيطر السلطات على الوضع نيران الهجمات وصلت أيضاً الموصل حيث قتل أكثر من عشرة أشخاص في تفجير استهدف حافلة نقل أغلب القتلى أيضاً من المدنيين أمين حميدي العربية أذهب إلى بغداد الآن ينضم إلي من هناك للمتابعة الدكتور أحمد العلواني النائب عن القائمة العراقية دكتور أحمد أهلا وسهلاً بكل يوم يكون أكثر دموية من سبقه في العراق أين المفر؟ وما الذي يحدث يا دكتور أحمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم ما يحصل في العراق مع الأسف أمر متوقع في غياب أجزة أمنية متمرسة وتتعامل مع الجريمة بشكل علمي ومهني رئيس وزراء منشغل بحملة انتخابية غير آبه بالدماء التي تراق يومياً منشغل بتوزيع أراضي سكنية وأموال ومنح للأندي الرياضية وكأننا في عالم آخر غير آبهين بهذا القتل الهمجي الذي يستهدف أرواح الأبرياء بلا رحمة القضية ما فيها كل ما يحصل الآن في العراق هو جزء من الحملة التي سترافق الانتخابات القادمة مع الأسف إذا كانت الانتخابات هي السبب في ذلك فأنا أطلب من العربية تأجيل الانتخابات أو إلغائها حفاظاً على دماء أبناء شعبنا إلى متى يبقى نزيف الدم بهذه الطريقة البائسة التي عجز الحكومة وستعجز مستقبلاً عن إيقاف هجمات الرهابية يومياً تسقط مدن كاملة بيد نفرات يعني أعداد بسيطة بس دكتور أحمد هل يعقل أن تكون انتخابات ديمقراطية انتخابات سميها ما شئت سبب في تفشي ظاهرة الإرهاب يعني من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى أنت القيت اللائمة على رئيس الحكومة أو جزء من المسؤولية على رئيس الحكومة تفشي ظاهرة الإرهاب هنا هل نتحدث نحن عن إرهاب داخلي أم إرهاب عبر للحدود لا القضية رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وهو من أجل ترشيح وزير الدفاع ووزير الداخلية العراق يتعرض إلى هجمة شرسة من دول إقليمية ومن جماعات كثيرة تجد الحكومة ناقصة لوزارة الدفاع والداخلية والمفاصل الأمنية المهمة أضف إلى ذلك الأجزاء الأخرى غير الدستورية التي تعمل كل يعمل على هواه هذا السبب جعل المنظومة الأمنية محترئة وتخترق بأي وقت كان وبأي زمان وبأي مكان الآن بإمكان وأضف إلى ذلك أن هناك ميليشيات تتواطى مع أجزاء أمنية في بغداد وفي بعض المحافظات الأخرى لإحداث عمليات إرهابية لأغراض سياسية مع الأسف كلها بصراحة أقول وليس مع المشاهد الكريم كل ما يحصل الآن له علاقة بالانتخابات هناك مريد تأجيل الانتخابات أو الغاية حتى تبقى حكومة طوار في عجالة وباختصار حتى لو تأجلت الانتخابات يعني حتى لو تأجلت الانتخابات ما الضامن بأن الإرهاب سيتوقف ألا تعتقد أن هؤلاء لديهم أجندات خاصة بعيدة عن أي انتخابات وباختصار لا يوميا يتم اعتقال المئات من شبابنا دون مذكرات قضائية أو أي أمر قضائي تجد السجون ملأة والإرهابيون تجولون بالشوارع كيف ما يشون ووقت ما يشون أنا أؤكد أن القضية ما فيها ضعف الأجل الأمنية رئيس وزراء هو اللي يتحمل كام نسؤولي عن كل قدر الدم تراغ قبل أيام قتل إيرانيين سأكتفي بهذا القدر من بغداد دكتور رحمة العنواني عن خائمة العراقية شكرا جزيلا لكم